اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن بلا نتيجة المالك تغيرات حواله وقرر يسد عليه وما يخرج للناس وفي نفس الوقت المستشارين الوزارة يتصلوا بكل الأطباء اللي تيعفوا واللي تسمعوا بهم وكل واحد تيجي تيدرشي محاولة ولكن نتيجة دي موال وفي واحد منها ظهر في مملكة بلاد الفرس واحد الرجل بلاد اليونان شهر رسول بأنه طبيب حكيم وعرف أسرار كتيرة وعلم كبيرة وكانت دي ميانتو ماسيحية عكس دي مياناك الفرس اللي كانت ماجوسية ومن يندوه زيان وساق الخبار بمرض المالك في الحال اقصده بالاقصر وطلب يقابل الوزير الوزير شامان وبالفعل رحب به الوزير وسوله عشن الغاية من الزيارة وفي الحال الحكيم قال له أنا عندي علاج داوي المالك من البرس فرمشة عيني ومن ردو الخبار عن المالك قال له أنا يت من كلام الأقب قولوا لهذا الحكيم إلى دواني بالصح غادين هديه اللي ما تيحلبش به ويكون طبيبين خاص ويلفشل غير يعول على رسه ويطعم ويكون عبراليه وعبرال الغير الحكيم سمع الكلام وقبل الوزعم وقبل اللي يسمع بلا ما يندم وفي الحال طلب من المالك يحيد الباسو باش يعالج باسو وكانت طريقة الإلاج غريبة ما فيها لدهنة ولا عشو ولا وصفة كلها كدوب العلاج يركز عليه بالنظر وبالزربة يتحقق الأمر ومن بعد دقائق معدودة سبحات الحكيمة مشهودة البرستار والمالك أدهش وجار وهو تتمتع بذاته في المراية وقال لي يحكيم من هذا اللحظة بلاستك معاية وحداية وفي الحين أمر ليه بأغلى الحدايا ورجع صديقه ونيس ساعة شكون يخليه إبليس ما يمكنش يخليه يتمتع بالليجع حيث الوزير شامال حسده بغضه وعمل كل في جهده بش يمحي آثار الحكيمة وهذه هي حالة كل مكر الإيم ومن بما قنع به الوزير شامال المالك حيث قلو يا مولاي ما تنساش باللي هاد السحر رهجانا من اليونان بلد الديانة المسيحية حسيت باللي هو جاسوس جا يقضي إلى ديانة المجوسية رد عليه المالك ولكن يا وزيري الكبير هاد الحكيم رهد داواني وهناني وهنا قال لي جمال يا مولاي رهدواك بالنظرة وهو دواك بالنظرة ويقدر ويقدر يقضيك بها منين يحس باللي تتمكن ويقد يفتن وبقى عليه حتى طاق ونصى الخير ومؤمر المالك براس الحكيم يطع ومنين المسكين جابوه في الحين حراس القصر تخلط عليه الأمر وعياما يشرح ويزاوك سعى الله الله حس باللي الفاس طاحت فراس والمالك عمره وسويس ومن تيقن باللي الغدي تتفن خاطب المالك وقال يا مولاي أمرهم قبل موتي نرجع للدار باش نهديلي ككتاب العجيب والغريب واللي منين تقلب صفحاته وتلقى صفحات دوا الموت حط عليه رصيده وانتغيرت منه وحتى من الموت غبيت هنا الحراس الدول حكيم وردوه وبوثاق حديد شدوه والسياف خدم صيفه البطار وفرمش التلعيم الراس طار شو ما الفرح وقدم الراس المغدور والمالك بدأ عقله تيدور مع الكتاب اللي قدام وبدأ تيقلب الصفحات وفي الكتير تيلقاه ملاصقات وهنا بدأ تيستعمل لريقه باش يفك الورقة على أختها وبدأ الوقت يفوت وما زال ما وصلش لصفحات الصفحة المقصودة واللي عليها مكتوبة عبارة دوا الموت الكتاب كان كبير ومع الصفحات اللسقات كيف يدير ما ينفعه غير الريق والريق والريق وفجأة قبطه حريق وما جايقه الأح حتى تقطع طرف كل شي صاح أناري هذا السم الهاري وهكذا المالك سمع له وزيره واخده جزاء الغضر واللي زد حير بالأمر الصفحة اللي وصلها المالك كان مكتوبة لها هذا خلاص الغضر وماش درتي أيدي غادي تودي وهكذا حكاية نمشات مع الواد الواد وراكم فهمتوني يا ناس الجواد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر